إِلَهِ إِذَا لَمْ تَرْعَنِي كُنْتُ طَابِعًا وَأَنْتَ مُنَاجَاتٍ خَفِيَّةَ تَسْمَعُ إِلَهِ رَوحًا يحيشه كل واحد منه الحياة إما للإنسان وإما عليها تمر سعاتها والحظاتها وأيامها وأعوامها تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الزيان الحياة إما أن تبكيك ساعة لتبكيك دهرا وإما أن تبكيك ساعة لتبكيك دهرا الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد وعاشها السابقون وصاروا إلى الله عز وجل لما كانوا يفعلون الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا والرجل الموفق الصعيس وامتحاناً تظهروا فيه حقائق العباد وفائز برحمة الله تعيش ومحروم من رضوان الله شسي طريب كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راضي عنك في هذه الساعة التي عشتها وإما والعكس والعياذ الثلاث فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سبباً في شقاء الإنسان حياته نحن صلى الله عليه السلامة والعافية فهذه الحياة فيها داعيان داعٍ إلى رحمة الله وداعٍ إلى رضوان الله وداعٍ إلى رضوانه إلى محبة الله وأما الداعي الثاني فهو داعٍ إلى ضد ذلك شهوة أمارة في السوء أو نزوة داعية إلى خاتمة في السوء والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التخريط في جنب ربه يبدل الله بذلك البكاء سيئة في حسنات وكم من أناس أذنبوا وكم من أناس أساءوا وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم فكانوا بعيدين عن رحمة الله غريبين عن رضوان الله وجاعرهم تلك الساعة واللحظة وهي التي نعنيها بالحياة الضيبة لكي تراقر منهم جمعة الندم ولكي يلتهب في القلب داعي الألم فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله غرفته وقد طالت عن الله غيبته لكي يقول إني جائب إلى الله منيب إلى رحمته وردوانه وهذه الساعة هي الساعة التي هي مفتاح السعادة للإنسان ساعة الندم وكما يقول العلماء إن الإنسان قد يذنب ذنوبا كثيرا ولكن إذا صدق ندمه وصدقت توبته قد لله سيئاته حسنا فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجع والألم ونسأل الله العظيم رب العصر الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحلة وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه أخبتي في الله كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا أن يسأل نفسه عن الليل والنهار كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل وكم سحف وهل هذا السعب يرضي الله عز وجل وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال نعم يسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة أن تعيشها إذا وأن تتتقلب في نعمة الزه ومن الحياة مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان أظيم نعمة الله عليه من الحياة والخجل أن نشس أننا نبعن طعام الله وأننا نستقي من شراب خلقه الله وأننا نستضل بسقفه وأننا ننشي على خراشه وأننا نتقلب في رحمته فما الذي نقدمه في جبهه يسأل الإنسان نفسه يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مات لو زادت واحد المئة ومنقصت واحد المئة مات في لحظة فأي لطف وأن رحمة وأي عتف وأي حنال من الله يتقلب فيه إنسان يسأل الإنسان نفسه أن رحمة الله فقط إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حفظ له شبه ومن الذي حفظ له بصره ومن الذي حفظ له عقله ومن الذي حفظ له روحة تسأل نفسك من الذي حمر هذه الأشياء من الذي يمتع بالصحة والعافية الناس المرضى على الأسخرة الغيضاء يتأوهون ويتألمون والله يتحذب إلينا بهذه النعمة يتحذب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الصيف والله تعالى يريد من عبده أمرين الأمر الأول فعل فرائب والأمر الثاني ترك نواحيه وزواجه ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الضن بالله والله إذا ما طابت الحياة في القرب من الله فلن تطيب بشيء سوى وإذا ما طابت بفعل فرائب الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سوى ويجرب الإنسان متع الحياة كلها فإنه والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائب الناس وفضل بشيء أنت مأمور بأمرين إما أن يأتيك الأمر تفعل أو لا تفعل إذا تفعل أي شيء في هذه الحياة تسأل نفسك ما تأخر إنسان أطيب من متعة العبودية لله أطيب من متعة العبودية لله عبودية إلى ربه لمجدرة ما يخرج من نسجده يحفظ جراحة نفسية والله لو فدن لها أموال الدنيا من فطاعة إليها الحياة الصيفة في القرب من الله الحياة الحديعة في القرب من الله إذا كان موقعبة الحياة بالقرب من الله سجن تطيب شكرا